السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله لاه الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه اجمعين ايها الاحب الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته هذه الليلة سنخصصها لقصة حقيقية واقعية قصة شخص كان يعاني ظروفا اجتماعية قاسية وصعبة ولكن شاءت الاقدار الالهية ان يفتح له الله تعالى ابواب الفرج فينتقل من الفقر الى الغنى ومن الشدة الى الرخاء عنوان قصتنا اليوم هي معاناة عبد الصبور معاناة عبد الصبور من هو عبد الصبور هذا هذا شخص حقيقي وقعي كنت اعرفه شاب في مقتبل العمر وكان دائما يستشعر بان هذا الاسم اسم عبد الصبور لابد ان يكون فيه الصبر في نفسه ربنا عز وجل لا يسر له سبل الزواج وحينما كون الاسرة اول مشكلة وجهته هي مشكلة ازمة السكن انه يبحث عن مأوى ليعيش فيه عبد الصبور كان يطرح سيناريوهات ما هي الطريقة المتلى للحصول على سكن في سنة اول زواج عادة الناس اما ان يكون ميسورا فيقتني شقة واما انه يضطر للكراء والبعض الاخر قد يذهب عند بؤسسة بنكية للاقتراض واخر قد يسكن مع العائلة عبد الصبور طرح كل هذه السيناريوهات ووجد بان الامر شاق عليه لا يستطيع ان يعيش مع العائلة لماذا لان عائلته اصلا متعددة الافراد وفيها بنات وغالبا البنات الاخوات قد لا ينسجمنا مع العروس الجديدة فوجد بان هذا الحل بالنسبة اليه غير مناسب فكر انه يقترض من مؤسسة بنكية لكنه سمع بعد العلماء بان الفائدة البنكية هي الربى المحرم وان فعلها فانه سوف يلاقي معاناة لقول الله تعالى فاذنوا بحرب من الله ورسوله عبد الصبور كان رجل يخاف الله تعالى فتراجع الى الوراء بدأ يبحث ويبحث اختاما فكر انه يكتري شقة وحصل على عمل متواضع وبدأ يؤدي الاقصاط للكراء كل شهر بانتظام ولكن من يدري تجري الرياح بما لا تشتهي السفن كيقول سيدنا اللولين الفلكي دور استويع بالدالة وقع عبد الصبور انه في الشركة اللي كان خدم فيها بشكل مؤقت قامت بتسريح تسريح المستخدمين فوجد نفسه عاطلا وقد اصبح متزوج وله ثلاث بنات وكان يكتري الشقة ديالي وكيدفع بانتظام الان صاحب الشقة يقول لي خاصك تعطيني الكراء ديالي في الوقت المناسب عبد الصبور وجد معاناة كبيرة لكي يلتزم ويوفي بهذا العهد فاصبح مهددا بالافراغ مشكلة الكثير من اصحاب الكراء انه بعد فترة زمنية قد يهدد بالافراغ يبحث عن عن حل اخر عبد الصبور تلف كيقول سيدنا اللولين كيقول لك لتلف شد لرد عبد الصبور سمع احد الاشخاص الطيبين كيقول لتلف يقصد المسجد يقصد بيت الله تعالى فعلا عبد الصبور قصد بيت الله تعالى واصبح يشكو على مولاه ما يجدو اذ طر على انه حكم الافراغ قد نفد خرج من الدار اعطى السوارة للموالهم وبدك يقلب على شسكينة القى غرفة مع الجيران في وضعية رثة فيها الرطوبة ومظلمة ما فيها الشمس وضجيج الزوجة ديالو كانت بنت عائلة لقت مشقة كبيرة جدا في ان تجد راحتها في هذه الشقة مع بنتها التلاتة خصوصا وان الحي كان فيها ظروف وكان فيها سلوكات منحرفة كان هناك اجرام كان هناك سكر وعربدة والبناء التلاتة كيسجلوا وكيلتقطوا هذه الصورة الجديدة في هذا الحي اللي هو مهمش مع العلم انه من قبل كانت الاسرة كتعيش في وضعية شبه متوسطة عبدالصابور مراته ما صبراتش عليه قلت لي يلقى لي يا حل ولا طلقني انا منكش لنعيش في هاد الوضعية وبنتي غادي ضيعه كانت يخرج كل صباح مع الفجر يصلي الفجر ويخرج يقلب على عمل جراء وبحث وتعب ولا يلقى شي عمل مناسب يلقى شركات يلقى ادارات مؤسسات يقول لي ان شاء الله خلي سيفي حتى ندي وعليك وبقى بعد مدة طويلة يقلب إلا شي عمل بسيط جدا يقوم به معدودات ثم يقصد المسجد فأصبح يعمر وقته بالمسجد في أي وقت يقصد في بيت الله وكيد كالسيرية يذكر الله سبحانه وتعالى وكيد سند بيجي الفرج صادف ذلك اليوم وحد الواعد وحد المرشد في المسجد كان يتحدث وقال وحد الكلمة مؤثرة فالتقطها عبدالصبور وهي قول الله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب عبدالصبور عنده ضيق وعنده فقر والآية تطرح الإشكال وتعطي الحل الفعال المناسب ومن يتق الله يجعل له مخرجا يعني مخرجا معنى المفهوم الآية عندك ضيق في الحياة ديالك عندك شدة عندك إغلاق عندك تعسير المخرج كيم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب عندك فقر عندك حاجة ربنا عز وجل اسمه الرزاق ويرزق بالأسباب ويرزق بلا أسباب ويرزق حتى ضد الأسباب يرزق من يشاء بغير حساب عبدالصبور اسمع الآية فرح بها وقال لعلها تكون مفتاح الفرج والله سوف أقوم بتحدي وأسعى لكي أمتتل مفاهيم هذه الآية والدللة هذه الآية ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ضل عبدالصبور هكذا يتحرى الحلال كانت مر مركة جيه إغراءات على الحرام ممكن يخدم في قطع معين مشبوه قطع في مخالفة قانونية قطع في أذى قطع في محرمات ممكن ويكسب المال لكن قال سأتحرى الحلال وسأصبر على القليل وسأسلم أمري إلى ربي وأتوسل إليه بهذه الآية ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب لكن لكي رجع البيت دياله الزوجة والبنات يلقون في الغرفة المظلمة فيها الرطوبة كل ليلة كتدز عنده في عذاب أليم غير كتغرب الشمس وكي بدي يسمع ذاك الحومة اللي سكن فيها صراعات وخصامات وشجارات والشباب عنده سكر وعنده عربدة والنساء يطلقنا كلام فاحش هو البنات دياله كي وضعوا أصابعهم في أدنهم وكتمر ذاك الليالي صعبة بحث عن عن سكن ما فيش حتى لقمة العيش معه في صراع كتقول إماراته دابة لقالي يحل ولا طلقني هو ما يمكنش يطلقها لأنها أم بناته وعنده مسؤولية فكان دائما كي يركز على هاد الوصيتين اللي اسمعهم الوصية اللولى اللي تلف يقصد المسجد مش يشد الأرض يقصد المسجد بيته الله واللي بغى الفرج يتبع على الآية ومن يتق الله يجعل له مخرجة ويرزقه من حيث ولا يحتسب عبدالصابور ظل دائما الوقت الثارغ اللي عنده يبقي يقلب على عمل من الكعية كيدخل الجامعة وكي يجلس مرة أيام وأسابيع وشهور والوضعية دائما هي هي الأزمة متأصلة والمعاناة شديدة والمرأة دائما تولول إما طلقني وإما القلي حل وعبدالصابور لا يشكي همه لأحد إلا لمولاه يقصد بيت الله وضوء وركوع وسجود وابتهال وينتظر الفرج من الله في يوم من الأيام واحد الرجل من الجالية المغربية المقيمة بالخارج رجل دومال من أهل اليسار كان صاحب الإمام دي الجامعة يجل عنده كيته الله فيه ويلقى الإمام غير قال لي ماذا أصابك سيفلان قال لي راني كنت في فرنسا وراني رجعت للأرض المغرب هو كان بنوحة دويرة بنوحة درفخمة مش دويرة دار معقولة مكون من ثلاثة وابق وكيمشي كيجي غير في العطلة الصيفية وكيخلي الدار هكذا فقال لي هاد المرة من اللي جيت رأي لقيت اللصوص اقتحموا البيت وسرقوا منه لأتات وسرقوا منه بعض الأشياء وخربوا وراني دي بالآن ديكلا ريت في الأمن درت الشكاية ولكن ما لقيت شي حال هاد الساعة فأصبح لي زاما علي خسنينقى حارس حارس لبيتي بيت فخم فاك يقلب لشي حالس ويقول بيت وحد الرجل رأي يجلس دائما هنا رأي بلية ربما بغير عمل بلية رجل لطيف ورجل متقي أنا عرض عليه الممكن بيخدم معك خدمة حارس فأصد عبدالصابور القاقس من فوق السارية تحت السارية كيمتا درق لها أش كدر في العمل اللي ما زال لربك نقلب رأي كنت خدام في واحد الشركة مستخدم ثم سرح العمال وأنا الآن بدون عمل وبدون مأوى قال لي شوف راكين وحد السيد من الناس اللي هما من أصحاب اليسار مشكلته يبحث عن حارس أمين بغي حارس أمين يحرص له الدار دياله فأعجب بالفكرة مش عن السيد هو يعطيه في السكان دياله وحد السفلي قال لي هذا هو المقام ديالك غتبقى هذا الدار في الغيبة ديالي أنا كنت سافر بالزد مع الوليدات مقيم في فرنسا وكان رجع على الأرض الوطن وقلق هذه المشكلة وقالية فبعاشية وضحاها مشكل السكن هو ربي عز وجل يسره سبحانه وتعالى وفوقه أعطاه الله تعالى وحد الأجرى محترم يعيش بها هو ولدته لم يصدق عبدالصبور وقال والله صدق الله الذي قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب جاب المرض يلو وجاب البنيات وقال ينفرجها ربي مش أقول لك الحي راقي جدا حي بقي جديد بقي نظيف وقريب من المسجد فاستفاد عبدالصبور هذك الدويرة لفسفلي على أسأل أنه أصبح هو الحارس وجاب معه ولدته وربعه عز وجل اكتب لي واحد الرزي يقعيش به ومرت الأيام هذك الراجل كي اكتشف بعبدالصبور صفة حسنة التواضع الرص صغير الخدمة أنه أميم في الأسرار وحتى في الأمتعة والموارد ديال البيت الزوجة دياله ولت مرة مرة كتساعدة عند زوجة مولت دار كتساعدها وبقتل أمورها كده طيبة أيام معدودات واحد النهار ملك يبغي ربيه فتحرك باب من الأبواب ديالي يسار أشقع مولت مولت دار صابت حالة نفسية مرعبة بالليل كتغوت كتصيح كترفع صوتها صابت حالة هستيريا واش هذا مرض نفسي ولا هذا مس شيطاني ولا هذا هستيريا خادها زوجها إلى المستشفى المستعجلات شافوها الأطباء دقوا لها واحد لبراء تهدمتش شوية ولكن حالتها كترعد اليوم الموالي نفس الحالة وقعت لها فصاحب البيت كيقول عبد الصبور عفاكسي رقلب على الفقادي للجامع رواقلت شي فيها رمش مرض عضوي لعله مرض شيطاني مش عبد الصبور يقل بعد الفقه لقى الفقه ما كانش فينا هو مش شي زردع فاضطر عبد الصبور قال ومش ممكن نقرأ له شي باركة عبد الصبور ليس عالم ولا فقه ولكن لكل فترة اللي قضاها في المسجد كان يحفظ ما يتيسر من كلام الله دار يدو على المرأة قرأ لها ما تيسر من كلام الله تعالى ويتهدن المرأة سبحان الله العظيم دكشل فيها كأنه مجرد خيال أوهام زال فإذا بعبد الصبور غيتحول إلى بطل الراجل مولدار يقول تبارك الله هذا البركة عندك هو ما دا الوالو هو دا الغنية دا الغنية وضع يده اليمنى على جباتها وقرأ ما يحفظه من كلام الله تعالى ودكشل فيها هو يزول فمولدار كبر في النظر دياله عبد الصبور قال لي انت المقام ديالك مشي تبقى تجلس في ديك الدويرة الصغيرة في السفلي انت طلع ستجلس معنا وانت أولادك والمرقة تليئة بوتي عمر عليها الدر كبيرة وكنشوف خيالات وكنشوف انزعاج بوتي يبقى معايا فإذا بعبد الصبور بين عشي وضحها صباح كيسكن في البرميري تاج در كبيرة 140 متر مشمشة حي راقي ومولدار قال لي كول معنا وشرب معنا وليتي واحد من أفراد العائلة بغال لأنه محتاج لي المرة كل مرة غتمرض لي يقلب على الطبيعي بيقلب على الفقه ها هو عنده في الدار فإذا برب العباد يكرم عبد الصبور هو يعرف بأن فعلا قول الله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ولت العائلة كلها مجموعة ولو كل معيشين حياة طيبة كيخرجوا جميع سنة العطلة الصيفية مولدار لهوي من الجالية المقيمة بالخارج خسور رجع لفرنسا رجع إلى فرنسا وبقى عبد الصبور هو الأمين لليل الدار يليل الدار كلها ركنتها هو المسؤولة لها من الفوق تليل تحت ولا هو المتصرف في ديك الدار وصبح وكي تخلص ودست تقريباً شهور وشهور عبد الصبور مقبل غير الجامع وكي يجي للدار راح أضيها راح أكن فيها هو القضية كتبن حراسة أمنية ولكن راب يرزقه راو بحالة هو اللي بني دك تروازي طاج ساكن فيها كاملة وكتوسط المانضة دياله من صاحب الملك كل شهر عايش معزز مكرم والزوجة فرحانة والبنية فرحانين والحي طاهر وبقي جديد ونقي وقريب من المسجد سبحانك يا جليل إلى بغربي عز وجل يكرمك يسخر لك الأسباب بعد خمس ستة شهور هذه الزوجة رجعت لها الحالة بدأت تجي هذه الهيستيريا زوجها يحملها إلى المستعجلات هناك في فرنسا قدروا لها الفحوصة الطبية ولكن الحالة تجيها زوجها حملها إلى المركز الإسلامي هناك في فرنسا قشعوا لما وشي فقها دلوا لها واحدة رقية صغيرة باقي الحالة هي هي يتقول لي والو جيب لي عبد الصابور راهو اللي يعرف لي فكان لي زاما على صاحب الأسرة الكبيرة هذه أنه غيقول لي عبد الصابور رجاء وش ممكن تجي عندي خلي كل شي وجينا عندي الفرنسا مرتيرة جات الحالة بين عشي وضحها كل قابل الصابور عنده الباسبور عنده الفيزا عنده البيه ديال لافيون كل قراص بأنه مسافر إلى فرنسا وهناك غير وصل والقال مرة كيف لعادة أو تاني هو مقاريش هو على قد الحال رجل عامي ولكن فيه النية وفيه التقوى ومرضي الولدين وما يحب الحرم وبعيد كل البهد عن الشبوهات وهذا هو مركز القوة فوضع يوده اليمنى على المريضة قرأ ما تيسر من كلام الله تعالى والمرة الحمد للغشي اللي فيها زال قلت لي رجل شفتك طلعتي جيت للدرعة دنة دكشي منك يخفاف قريتي وبيزول فإذا بعمل الصابور غد ازداد الحضوة دياله قال لي مو الملك صاحب الزوجة الرجل قال لي بقى معنا ما ترجعش خليك معنا بعض الأيام تترجى الحالة هذك الأيام بقى في فرنسا قال لا كيمشي يخرج كيتسارا كيشوف فرنسا كيشوف باريز مدينة الجن والملائكة عبد الصابور اللي كان ساكن في بيت دير الكرة عبد الصابور اللي كان في بيت في الميديتي وكان ملاقش باش ياكل أهو الآن كيتسارا في باريز وكيتسارا في عز وكيتسارا في كرامة هذك سيد مو الملك عنده واحد سوبر مغشي كبير قال لا كيمشي عنده مرة مرة هو يتعلم منه تقنيات البيع والشراء من اللي بغي يرجع ويقول لها داس تقريبا شي أهو ثلاث أسابيع هو في فرنسا وهذا شي واقعي كنحكي لكم القصة كما رواها لي عبد الصابور وعيشته معه فصول منها ما الذي وقع هو عبد الصابور غدي يقول لها الرجل اللي مخدمه قال لي شوف هذك العمارة اللي عندي تحت منه وحجو جري دوات واش ممكن نفتحوهم وهات سوبر مارشي كيفش تلخدمة ديالي ديرت مياه وحد ميني مارشي وحد المارشي الصغير هذك جري دوات قال لي ممكن فعلا رجعوا بجوج من فرنسا إلى المغرب وهذك العمارة السفلي صوبوا واحد المحل للمواد الغدائية وأصبح عبد الصابور قال لي انتلي غيت تكلف أنا دا برافقا رجع للسوبر مارشي ديالي فرنسا وانا غدي نمو لك وغنصف لك البضائع وغنصف لك كذا كذا انت لك عرفت كيفش تقنية ديالعمل عبد الصابور شاطر وراجل مبارك وأجمل ما في التاجير هي الابتسامة فكان يبتسيم تفتح لك الميني مارشي ولك يبيع فيه وشري وراجط الحركة بعد مرور ثلاث سنوات كان عبد الصابور جمع مالا وفيرا وحتى هو قدر أنه يقتني أرضا جديدة وغد يبني عليها وحد البنائية متواضعة وهو يقول لهم الملك والله لا خرجتي من هذا الدار ومن المحل خليك معنا احنا كانت جيو غير شهر في العام بدأت تبقى معنا دائما وانت فألو خيرين علينا أجل العبد الصابور بدك تدر ليعود بناها وشراها كراها واللي عنده مدخول إضافي فتحول عبد الصابور من الفقراء إلى أصحاب اليسار الآن عبد الصابور تبارك الله ما شاء الله رجل من أهل الفضلي ومن أهل المالي يلا كنا معا في واحد المجلس مع بعض الناس وحكا لنا القصة ديالو وحنا كنا كنا نعرفوه هذه واحد سبع سنوات إنسان كان كيتلب المساعدة ولكن كيستحي كيستحي شي واحدة طين مساعدة كالقوا في الجامع جالسة الثم السارية وكيتسنى أشغي دير وخارج وشاري جوج كوميرات وثلاثة البيضات وقبطة النعنع كيدخل البنية ومراته باش يتعشو فإذا به الآن ما شاء الله تبارك الله المال بصير فخما والخير عما عليه من اللي سألوا بعد الإخوان قل ليعبد الصبور من أين لك هذا قال من قول الله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب هذه قصة قصيرة ربما قد نستفيد منها جميعا هي ليست من نسيج الخيال هي واقعية ولعل الكثير من المستمعين والمستمعات عندهم مشاكل للأزمة السكن وعندهم مشاكل للأزمة البحث عن العمل وعندهم مشاكل للأزمة نفسية يقول ما لأنا وقع لي هكذا من دون الناس كنبغين قل لهم جميعا إياكم أن تحزنوا وإياكم أن تيأسوا نحن الحمد لله لنا رب اسمه الكريم ولنا رب اسمه مالك الملك وهو سبحانه وتعالى بيده كل شيء ما يهمك أش وقع في المجتمع ما يهمك يقولك هنا أزمة اقتصادية أزمة سكن را كل ما في الأكي اللوبيات لوبيات كبار في البلاد راهم كي خلق الفقر وكي خلق الأزمة لا يغرق هذا الكلام لأن كل البشر اللي تشوفهم أمامك هم مجرد كاركيز ودمة تتحرك والذي يحرك الوجود هو رب الوجود جل جلاله القادر على كل شيء من أراد القوة ومن أراد المدد ما عليه إلا أن يتصل بمالك الملك برب الأرباب بسيد الوجود هذه قصة واقعية أتمنى من السادة المستمعين أنهم إن عاشوا قصة مثل هذه أن يحكوها لنا ومن ثم ممكن أن نصيغ في نهاية الحصة وحد القوانين نعمل بها جميعا على أسس أننا نبحث عن مفاتيح الفرج وبإذن الله وجود الله سوف نخرج من الأزمة ما في أزمة أرجوكم أيها الأحب الكرام كلمة أزمة شطبوا عليها من قاموسكم ما فيش أزمة فيه مدد إلهي مدد مدد إلهي السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر